تفضل لو قلت لك تقيم لي فريق التراجي الموسم ده محليا وقريا هل هو فريق في مجمع الأعماله أنا أتحدث عن اسم التراجي الكبير في مجمع الأعماله هو فريق قوي ولا فريق عادي طيب والتراجي طبعا زي ما قال الدكتور محمد جمال هو فريق كبير فريق كبير باسمه وبطلاطه وبتاريخه وهو أهل تونس ومن الفرق طول ما هي موجودة في دور أبطال أفريقيا هي مرشحة أيا كان المستوى بس لما جيت اتفرجت على التراجي آخر أربع مرشات مثلا أنا لأ نسخة التراجي السنة دي مختلفة مش مختلفة كجمال لا هي مختلفة كسوق التراجي نسخة رديئة جدا 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 مقارنة بآخر عشر نسخ للتراجي نسخة فائلة فنيا جدا ويمكن ده مترجم على مستوى الأرقام أنت بتتكلم في التراجي مثلا لما يلعب عشرين مرش دوري مسجل فيه 29 هدف ده رقم كبير رقم كبير جدا بالنسبة للتراجي أنه لا ده عشرين مرشي على أقل كفرقة باسم التراجي المفروض أنها على أقل تسجل كل مرش هدفين لأن أصلا الدوري التونسي من الدوريات اللي هي مش سوبر فنية مش سوبر فنية بس التراجي عنده مشكلة تانية ومؤثر عليه قوي سنادي ووضحة قوي أنه ما بيعرفش يلعب برأ أرضه ما بيعرفش يلعب برأ أرضه التراجي خسر في الدوري وفي أفريقيا ست مرشات لك أنت تتخيل أن الست مرشات كلهم قوي كلهم برأ أرضه يعني الماتش الوحيد اللي كسبوا في آخر خمس ماتشوات مثلا اللي هو ماتش النجم الساحلي وعلى فكرة كان في أرضه وآخر ثلاث هزائم كانوا برأ أرضه فده بيوضح لك مشكلة تراجي من الجمهور المرعبة ومؤثرة جدا على الفريق المنافس وعلى لعبتها بتشكل ضغط على الفريق المنافس ملحوظ ويمكن ده على مدار السنين وكلنا بنتابع فرقة التراجي لها جمهورها هو اللعب رقم واحد مؤثرين جدا برأ الملعب وجوه الملعب لا فرقة بتعمل الجو لا النهاردة انت بتحرمهم أو هم محرومين بسبب الأحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت لا هم تحرموا من أهم لعب موجود في الملعب أهم لعب يمكن الأجواء حوالين الفرقة مش لطيفة الجمهور مش راضي خالص على النتائج الفترة اللي فاتت وهم مش شايفين أن دي النسخة حتى لما كان بيكسبوا على فكرة الجمهور مش راضي عن الترجي وعن نبيل معلول حتى لما كانوا بيكسبوا لأن هم كانوا شايفين أن الترجي بيكسب بمجهود لعبته أو بفرديات لعبته أو بالتجليات اللي بتحصل مثلا من لعب زي حمد الهوني انطلاقات محمد رمضان التجليات اللي بتحصل أحيانا من حمودة مثلا خبرات أنيس البدري اللعيبة تقيلة لعيبة تقيلة وهو كمان اتحرم من جزء كبير كنبيل معلول اتحرم من جزء كبير أو من قوة يعني الحمد الهوني أنا شايف أن ده أطمت وسط بالنسبة للترجي أطمت وسط لأنه هو اللعيب الوحيد الوحيد اللي في الترجي عنده الملكة أن يروح واحد على مدافع ويرقصه هو الوحيد اللي عنده قدر أن يوصل بالكورة من نص الملعب لحد الاندلايم بتاع الملعب ترئيس وممكن بقى يخلق لك فرصة لأ ممكن يشوت لأ كنت تخيل مثلا أن أكتر لعب عامل كروتسوات مثلا ما هماش البكات لأ هو حمد الهوني أكتر لعب صنع فرص في الترجي ما هماش البكات ولا هو صنع اللعب حمد الهوني هو أكتر لعب صنع أهداف معهم صنع خمس أهداف رغم أنه لعب عدد قليل جد فلأ فحمد الهوني أطمت وسط بالنسبة للترجي ده حاجة مؤكدة جدا وكمان بنعرف المهاجم اللي هو برضو غايب الفترة برضو من المهاجمين المختلفين شوية عن حمود لأ بنعرفة بنعياد بنعياد قصد بنعياد من المهاجمين المختلفين عن حمود بنعياد عنده كرة تحت رجله كويسة وليها معنى وبيعرف يسيطر على الكرة تحت رجله لوقت ممكن وكمان عنده حل التزديد من أي مكان في الملعب إن كان ده مش موجود عند حمود حمود ده مثلا في الدوري عنده 15 تزديدة لك أنت تخلي أن 9 منهم من جوة 18 فبيوضح قد إيه إن حمودة ما عندهش ملكة إن هو بيسدد وأنا هقول لك ليه لما نيجي نتكلم على حالات البلداب ليه بن حمودة تزديدات قليلة عظيم طيب